تسعين دقيقة ومعلومات تزايع لأول مرة المفاجأة التي كشفت عنها مصادرنا أن نفس المتفجرات اللي تم استخدامها الانتحاري هي بنفس اسلوب وطريقة تصنيع القنبلة اللي تم استخدامها في حدسة الهرم يعني يا جماعة قنبلة الكنيسة البتروسية المكونات بتاعتها هي هي المكونات اللي استخدمت يوم الجمعة الماضية في حدس شارع الهرم مع الكمين كشف مصادر خاصة للبرنامج بمصلحة الطب الشرعي بأنه من المنتظر تسليم التقارير المتعلقة بحادث الكنيسة البتروسية في منتصف الاسبوع المقبل يوم لتنين إلى نيابة أمن الدولة العليا وهذه التقارير تتضمن صفة تشريحية المتوفين وتقارير وتحليل الحامض النووي وتقارير قسم المواد المتفجرة بالمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي كما كشفت المصادر الخاصة بينا أن التقارير تؤكد بشكل عام اختراق المواد المتفجرة لمحلية الصنح البلي ورؤوس المسامير لأجساد الضحايا في مواضع مختلفة من أجسادهم نتيجة الانفجار وأنه تم استخراج معظمها وذلك تمهيدا لمطابقتها بعمليات إرهابية أخرى وأنها تشابه إلى حد كبير زي ما قلت لكم المتفجرات التي استخدمت في حادث تفجير الهرم بجوار مسجد السلام من حيث طريقة التصنيع وهنا أنا عايز أشير وأقول حاجة الناس دي بقت مكشوفة قوي وأجهزتنا شطرة جدا وعندنا خبراء في الطب الشرعي وفي البحث الجنائي على أعلى مستوى ولهم كل التقدير والاحترام على الجهد المفزول تخيلوا أن الأطبة والفنين بمصلحة الطب الشرعي كانوا بيشتغلوا يعني بيوصلوا الليل من نهار خلال آمن الماضية دي لكشف ملابسات الحادث الخسيس فقد كلفت مصلحة الطب الشرعي عدد أربع فرق من الأطباء والفنيين لإنجاز هذه المهمة ولزالت هناك بعض الفرق تعمل حتى الآن